السلام عليكم معكم ارامستبس اليوم الفيديو عن تمارين الاسترخاء حتى تقلل من شعورك بالتوتر اثناء الامتحان وقبله خليكم معنا حملة خليك كول وقت الامتحان على طول اطلقناها في مجموعة من المدارس اليوم انا اجري بالكم خلاصة الحملة الخطوات العملية اللي كتير استفادوا منها الطالبات اللي كان معهم قلق امتحان ومعنا بالمجموعة وعم يخضعوا لهذا التدريب اللي حابب اقوله انه اذا كنت انت طالب ما بتتعرض من ضغط من اهلك يعني تجاوزت المسبب الاول والحقيقة لقلق الامتحان اللي هو ضغط الاهل وتعنيفهم وكنت انت مستعد جيدا للامتحان لكن مع ذلك عم بتعاني من هذا القلق وعم تتوتر وعم ينعنكس هذا التوتر عليك في الامتحان فهذا الفيديو اكيد لك الا الامتحان اشي كتير طبيعي اي بني ادم لازم يروح على الامتحان لازم يحسي شويه ببعض التوتر لكن اذا كان هذا التوتر وبينعكس سلبا عن اداء وقتها منقول في عنا مشكلة حتى نقدر نحل هاي المشكلة زي ما قلنا بالقبل لازم نتأكد انه في عنا خطوطين اساسيات معمولين بشكل جيد وتمام تمام اللي هو الاهل ما عم يضغطوا ما عم يعاقبوا ما عم بيهولوا من موضوع الامتحان والنقطة التانية انه انت كشخص مستعد جيدا للامتحان مش بس تذكرت تدرس قبل بليلة او قبل بيوم او قبل ما تدخل على الامتحان بشويه اذا انا فعلا محقق هدول الخطوطين وما زلت اتعرض للتوتر في الامتحان شو هي الخطوات العملية اللي ممكن تقلل لي من قلق الامتحان اول شي تحدث مع نفسك بايجابية دايما نقول انا بقدر انا بستطيع انا ذكرت المادة جيدا انا اتدربت عليها انا ذكي انا قادر انا مميز الامور سهلة وان شاء الله بتتيسر معك الامور بايجابية احشي مخك بالافكار الايجابية واسيبك من الافكار السلبية تخيل نفسك دائما عم بتأدي منيح عم تحظى باسئلة انت متوقعها وعم بتقدر تقدير منتاز تخيل نفسك عم تتكافأ بالازاعة المدرسية وعم بقوله عنك الطالب المميز تخيل عم تستلم النتيجة الحلوة هذا التخيل بزيد بثقتك بنفسك وبعطيك شعور بالطمأنينة اغلق عينيك وتخيل ثلاثة لخي عضلاتك حس بعضلاتك من اخمص قدميك حتى رقبتك عضلة عضلة حاول تحس فيها وترخيها العضلات المجدودة وتتخلص من التوتر مارس هذا التمرين وانت في القاعة قبل ما الاستاذ يبلش توزيع الاوراق طيب حقطع عشان الاقامة وارجع تنفس بعمق اجعل زفيرك كمن يشم وردة وشهيقك كمن يطفئ شمعة بس دربالك تنام التنفس بهذه الطريقة بخفف كتير من التوتر وبرخي الجسم امرح قليلا خصص وقتا قصيرا لهواياتك اثناء الدراسة وخاصة في ايام الامتحانات شي قصير باليوم شي عشر دقايق او ربع ساعة هذا الشي بيخليك اقل توترا وبيخليك اكثر دافعية لدراسة تذكر اذا انت عم بتحل بالامتحان شفت سؤال صعب تذكر نكتة مريحة او موقف مضحك وارغم نفسك حتى على التبسم لانه اذا تبسمت وانت متوتر تلقائيا الجسم بده يفرز هرمون مناسب لهاي اللحظة فبيقلل عندك من شعور التوتر كمن جرب ترفع ايديك لفوق لانه رفع الايدين فوق مستوى الرأس بيقلل من شعور التوتر ما في مشكلة اذا جحرك المراقب عمل حالك بتتتاوب طيب حضورك للامتحان ما تحضر متأخر او مبكر يعني لا متأخر كتير ولا مبكر كتير ما تجلس مع الطلبة المتوترين لانهم رحين قلوا لك التوتر ما تنسى تحضر كافة الادوات تذكر انك تجهزها قبل بوقت حضورك في الوقت المناسب معك الادوات المناسبة بيخليك عندك شعور بالثقة اخر شي تذكر الدعاء وتوكل على الله وخلي الماما والبابا كمان يدعو لك حتى تتيسر كل امورك باذن الله الله يفتح عليكم وموفقين جميعا اخر شي لا تنسوا اتضلكم تقرؤوا هاي النصائح كل يوم قرؤوها بالمسا قرؤوها قبل ما تروحوا على الامتحان حاولوا انكم تطبقوا اكبر عدد ممكن منها لا تخلوها على الورق انقلوها للحيز العملي حتى تستفيدوا منها طيب هلا انا رح ترك النصائح على شكل الصورة بصفحتنا على الفيسبوك علشان نحابب يحفظها على الجهاز عنده وفي نفس الوقت اذا بترسلونا على الرسائل الخاصة بعتلكم اياها على شكل بيدي اف اذا بتحبوا تحملوها لانا هي مصممة كنشرة بترك لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وضلوا ايجابيين حقيقوا احلامكم مع السلامة